وللمزيد عن تنظيم هيئة المحطات النووية لاحتفالية سنوية ثانية للطاقة النووية مع الزميلة جارمين إبراهيم مراسلة التليفزيون المصرية نعم بعد التحية نتابع معكم من مركز المنارة للمؤتمرات الاحتفالية التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طريق هيئة المحطات النووية احتفالا بالعيد السنوي الثاني للطاقة النووية والذي يأتي تعبيرا عن الانطلاق الحقيقية لمشروع مصر قومي المحطات النووية ويوافق اليوم الخاص بتوقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا الاتحادية لإنشاء أول محطة نووية على الأراضي المصرية وهي محطة الضبعة النووية الاحتفالية بدأت صباح اليوم بحضور عدد من القيادات وخبراء الطاقة النووية وتضمنت فقرات فنية وأيضا تقديم وعرض فيلم تسجيلي عن محطة الضبعة النووية إلى جانب الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من مدرسة الضبعة النووية إذا تحدثنا عن محطة الضبعة النووية ومشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والجاري العمل عليه فهو يعد مشروع هام للدولة المصرية ويتضمن إنشاء أربع وحدات من المفاعلات النووية بطاقة 1200 ميجاوات لكل وحدة ويساهم المشروع في توطين الصناعة التكنولوجية النووية في الصناعة المصرية عن طريق زيادة نسبة التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة يتم تصنيعها في هذا المشروع وذلك طبقا لخطة موضوعة مما سيحدث نقلة كبيرة في جودة الصناعة المصرية ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية عن طريق الالتزام بمعايير جودة عالية في تصنيع كل مكونات المفاعلات النووية هذه الاحتفالية اليوم تأتي تعبيرا عن أهمية هذا المشروع والذي يلعب دورا هما في الحياة التكنولوجية وأيضا الحياة الصناعية ويعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة بما يحقق قاعدة كبيرة من أجل تنمية مستدامة ومستقرة لعقود قادمة أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو